تلقى وزير الخارجية سامح شوكري اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ستيفان سيجارنيه لبحث المستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة والتحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار ولتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين وخلال الاتصال نقل شوكري لنظيره الفرنسي تقدير مصر للجهود التي تبدلها فرنسا من خلال عضوياتها الدائمة في مجلس الأمن للتعجيل بإصدار قرار من المجلس يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وقد اتفق الوزيران على مواصلة التنصيق في هذا الإطار بما في ذلك مع الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخميس إلى القاهرة كما تناول الاتصال الوضع في السودان حيث حرس شوكري على إطلاع نظيره الفرنسي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حلحلة الأزمة السودانية ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت